وفي صحيفة القدس العربي أيضا لوفيغارو رفض متزايد لنتينياهو على عدة جبهات تحت عنوان نتينياهو موضوع رفض على عدة جبهات قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في عددها الصادر اليوم الخميس إنه بعد شهرين من عودة السلطة تتراكم الصعوبات أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتينياهو الذي يمر بفترة صعبة وبات أتلافه يظهر علامات الضعف بينما يثير مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي أصدره لإتلاف الحاكم قلق الحليف الأمريكي يوم الأربعاء حاول معارض مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي يتم التصويت عليه حاليا في الكنيسة مرة أخرى عرقلت البلاد كما تقول لوفيغارو ونظم المزارعون وموظفو التكنولوجيا والطلاب مظاهرات في تل أبيب حيث وقعت اشتباكات مع الشرطة وتعطلت حركة القطارات وقطع الطريق السريع الذي يربط المدينة بالقدس من قبل جنود الاحتياط الذين مروا عبره أو مرروا عبره شريط الأسلاك الشائك وفي المساء كان من المتوقع أن يتجه المتظاهرون أيضا إلى مدينة القدس في غضون ذلك صوت الكنيسة في قراءته الأولى على مشروع قانون يحمي رئيس الوزراء من عزل محتمل من قبل المدعي العام للاشتباه في وجود تضارف في المصالح وتمت المصادقة على المشروع القانون بأغلبية 62 صوتا ما يشير إلى أن جميع نواب اتلاف نيتنياهو متحدون وراءه لكن منذ بداية الأسبوع تتابع لوفيغارو ظهور سلسلة من التصعيدات في التحالف في غضون يومين أيضا استقال وزيران ونقلت لوفيغارو عن جدعون رهات أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس قوله إن مشروع القانون هو واحد من أكثر الأعمال عبثية على الإطلاق واعتبر أن ايتمار بن غفير غير قادر على التصرف الآن ويؤكد استطلاع للرأي أيضا نشرته القناة الثانية عشر العبرية مساء الثلاثاء أن 62% من الإسرائيليين يريدون أو يرون أن الأداء الاقتصادي للحكومة سلبي للغاية